شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الأعلام في اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الأعلام العرب التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وقد ألقى سعادة وزير شؤون الأعلام كلمة نقل فيها للحضور تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا على دور جامعة الدول العربية في ترسيخ الروابط الأخوية المشتركة ودعم قضيان العربية العادلة خصوصا في المجال الإعلامي الذي يشهد جملة من التحديات المشتركة التي تتطلب وقفة موحدة وجدة ورؤية جماعية مشتركة يطيب لي بداية أن أنقل لكم تحياتي سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتقديرهما لجهودكم الكبيرة في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك تحقيقا للأهداف النبيلة التي قام على أساسها هذا الكيان العربي التاريخي المهم بما يرسخ الروابط الأخوية المشتركة بين دولنا وشعوبنا ويدعم قضايان العربية العادلة وخصوصا في المجال الإعلامي الذي يشهد جملة من التحديات المشتركة بيننا جميعا والتي تتطلب وقفة موحدة وجادة ورؤية جماعية مشتركة تلبي متطلبات الحاضر وتبني لمستقبل زاهر كما أود أن أعبر عن عميق اعتزازي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته الكريمة لأعمال هذا الاجتماع ولقائه بنا وكلمته الحكيمة والملهمة التي أرى أنها تشكل نبراس لعمل منظومة الإعلام العربي نجتمع اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي كانت على الدوام ظل العرب الوارف ومصدر التعاون والوحدة ويحدون الأمل بمستقبل أكثر ازدهارا لدولنا وشعوبنا مدام التعاون المشترك شعارنا ووحدة الهدف سبيلنا ولنا فيما شهدته منطقتنا العربية مأخرا من تطورات خير برهان فالخطوة المباركة التي تبنىها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بالدعوة لقمة جدة للأمن والتنمية قدمت نموذجا حقيقيا في أثر العمل الجماعي ودوره في تحقيق أهدافنا المشتركة لمنطقة عربية يسودها الأمن والتنمية ولا يعكر صفوها فكر متطرف أو تدخل في شؤون داخلية وهو ما أكد عليه سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم في كلمته أمام أعمال القمة المذكورة بضرورة توحيد الجهود المشتركة لوقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول احتراما لسيادتها وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي وفي هذا السياق لا بد من الإشارة أيضا إلى الجهود العظيمة التي يقودها فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حرص فقامته على عقد القمم واللقاءات التشاورية الدورية التي تجمع أصحاب الجلالة والفقامة والسمو قائلة الدول العربية لتنسيق وتوحيد المواقف ومواجهة التحديات المشتركة وآخرها اللقاء الأخوي التشاوري الذي استضافته مدينة العالمين المصرية الشهر الماضي الحضور الكريم لا شك أن الإعلام والمسؤولية وجهان لعملة واحدة ومتى ما غابت المسؤولية المهنية والأخلاقية فإن الإعلام سيتحول من سلاح وطني للبناء والتنمية والتثقيف إلى معول هدم للأفكار والقيم والمجتمعات ومن هنا تتحتم علينا المسؤولية التاريخية كمسؤولين عن هذا القطاع في وطننا العربي الكبير أن نعزز سبول التنسيق البينية للخروج بآليات عمل ومخترحات عملية وبناءة تمكن الإعلام العربي من القيام بدوره الوطني على الوجه الأكمل وترسخ الوعي بالقيم والثوابت العربية والإسلامية في وجدان شعوبنا وتحيي شعور الانتماء لقضايان العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر